التوجه لفرض حضر جزئي وهو ما عملت على تطبيق الحكومة وخليط الأزمة من السادسة صباحا إلى السابع مساء كحضر جزئي وتباعد اجتماعي منذ الأمس وسيستمر تطبيق هذا الإجراء خلال شهر رمضان المبارك لكن وفق شروط بضمنها عدم فتح المولات والكافيهات والمطاعم فضلا عن تحديد عدد راكبي سيارات الأجرة واشتراطات أخرى تضمن عدم انتقال الفيروس أما إذا حصل لا قدر الله ارتفاء في حالات الإصابة بالفيروس سيعاد العمل بحضر التجوال التام مرة أخرى فالكرة أيها السادة في ملعبنا نحن وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حرصا على سلامة الجميع وأما هذا الإجراء لا بد لنا من السؤال على تجاوز ذروة الإصابات بفيروس كورونا كي يفتح الحضر جزئيا وهل من مخاطر جراء هذا القرار لا سيما وأن الجميع متلهف للخروج ومزاولة العمال المتوقفة وكيف لنا أن نحافظ على أنفسنا خلال الحضر الجزئي في رمضان هذا وأكثر راح ناقش في محوري لهذه الليلة رمضان والحضر الجزئي وكورونا لكن بعد هذا التقرير وارجع لكم في اليوم الثاني لحضر التجوال الجزئي هكذا بدت شوارع العاصمة بغداد من السابعة مساء حتى السادسة صباحا يستمر حضر التجوال التام بالإضافة لأيام الجمع والسبط طيلة شهر رمضان القادم مراقبون لم يخفوا مخاوفهم من عدم التزام البعض بالتعليمات معاولين على وعي المجتمع العراقي بعض الخروقات كانت موجودة لكن تسيطر عليها بس اللي صار البارحة واليوم الناس توقعت ممكن أن انتهت الأزمة نعود إلى نقطة الصفر وهذا الشيء احنا ما نتمنى ولا نريده فالتعاون والوعي المجتمعي هو أساسي لكي نتجاوز هذه الأزمة وفعلا احنا قطعنا شعوط كبير بيها فماكو داعي نرجع لنقطة الصفر انخفاض معدلات تسجيل حالات الإصابة بالفيروس وتزايد تداعيات الحضر الكامل الاقتصادية على ذوي الدخل المحدود والكسب هو ما دعا خلية الأزمة للذهاب باتجاه رفع جزئي للحضر جهات صحية حذرت من خطورة التهاون بالإجراءات والتعليمات النافذة تعبوا سهر الكوادر الصحية والقوات الأمنية والعالم اللي صبرت خلال شهر نص كلها حيروح حدر لأن لحد هذه اللحظة بهذه الجهود الكوادر الصحية والقوات الأمنية ومساعدة العالم بالعدم كسر حضرت الجوال سجلنا تعداد الرصد الوبائي كان كل الجيد وبهذا التزامهم وتطبيقاتهم لوزارة الصحة قدرنا انحد من انتشار الفيروس فكانت نتائج كل الجيدة فأتمنى بأنه يلتزمون بالقواعد القواعد من قبل وزارة الصحة والإرشادات من الصحة العالمية ويستمر حظر التجمعات في كافة مدن البلاد بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادة ومراكز التسوق والمطاعم باستثناء التوصيل المنزلي طيلة شهر رمضان وحتى إشعار آخر تحدده اللجنة العليا لأزمة كورونا حسب الموقف الوبائي للبلاد من بغداد محي الأنصاري NBC عراق